نروح لزا ملك نروح لزا ملك نروح لزا ملك نروح لزا ملك عبدالله السعيد يعني رجاء من جومز لعيب عنده 38 سنة أو 37 سنة لازم أوفر له مساحات الجاري ولازم أقلله مساحات الجاري وأستغله في أقرب حتة تواهج عبدالله السعيد مع المنتخب كان فيه لعيب مركز عشرة لرايم الجون لرايم منطقة الجزائب في التصرف بالكورة مع النادي الأهلي نفس الكلام مع نادي الإسماعيلي نفس الكلام ما حاولش أنا كمدارب أبعيده عن المنطقة الخطورة عبدالله السعيد لما خده الحنين في مباراة الزمالك أو مباراة السراميك أو الزمالك وبدأ أنه يقرب من منطقة الجزائب كتير خلال المباراة كان هو العلامة الفاصلة لنادي الزمالك خلال المباراة لو جيبنا كل الحالات يا يا كريم هاتلي دايماً بياخدوا الكورة في التصرف ويبدأ أنه يكمل ويعمل الأسست ويعمل البصات جواه منطقة الجزائب ويدرب الخطوط بالبصات بتاعته اللي هو مميز بيها مين اللعيب اللي مميز في مصر إنه يعمل الشغل ده غير عبدالله السعيد ما ينفعش يكون عنده لعيب في السكواد بتاعه بإمكانات عبدالله السعيد كرة التمرير بص هو مكمل فينة يا كريم هو كان بيلعب المباراة لعيب رقم 8 على الدائرة جنبي دونجا ورغم كده مكمل وكمل جارجة ومنطقة الجزاء نفس المكان اللي هو متعود عليه مع المنتخب ومع نادي القليل فترة اللي فاتت كل المشاهد الخطرة لنادي الزمالك طوال المباراة كان البطل بتاعه عبدالله السعيد سواء بالأسستات سواء بالتمريرات الجاهدة بين الخطوط اللي كان بيقوم بيها خلال المباراة سواء الهدف اللي هو سجله من تصويبه واللعب اللي صاحب القرار دايماً في المباراة الأسست حتى العمر النضاي في التلت الأخير كل كرات بتاعته يا كريم هتلاقي كرات هجومية فلازم عبدالله السعيد أنا كمدرب أوفر له أقرب مساحة لمنطقة الجزاء بتاعت الخصم عشان أستغل الكرة دي بصوا الكرة دي يا كريم بصوا التصرف بتاعه مكمل مع ناصر ماه أي لعب الدنيا كلها في الكرة بتاعت عبدالله السعيد دي هقولك إنه هيسدد لكن اللعب عنده فيجين وعنده رؤية ودائما بيشوفت حركات اللعب اللي حواليه تمريرة سحرية لزيزو اتصرف فيها مش أحسن حاجة لكن بيبين لك قد قيمة عبدالله السعيد في وجوده على منطقة الجزاء يمكن الكرة دي هيعمل أسست أو هيعمل تمرير عرضية لناصر منسي اللي هنجيله بعد شوية طبعا تصرف غير موفق من ناصر لكن دايما بيين لك دايما خطورة عبدالله السعيد قدام منطقة الجزاء وفي المساحات القريبة من منطقة الجزاء يمكن كرة الهدف اتصرف باش حتى بشكل جيد بصراحة لاي في مركز مش مركزه عنده اندفاع وعنده روح وعنده قلب كرات بتاعت عبدالله السعيد هي اللي خلصه تفوق